موسيقى السلام عليكم مشاهدين ماذا يحدث في عالمنا العربي سوريا مهددة بعدوان غربي خارج إطار القانون الدولي بعد عامين ونصف من استنزاف جيشها والجهاد ضد أبنائها وسيناريوهات التقسيم التي تهدد جغرافيتها مصر بعد ثورة عظيمة سلمية تدخل في صراع يأخذ شكلا عنفيا دمويا أحيانا وسياسيا مستعصيا أحيانا أخرى ماذا يحدث في عالمنا العربي في العراق تعود هستيريا المفخخات من جديد مع شبح عودة العنف الطائفي والجغرافية العراقية الواحدة أيضا في خطر في اليمن سيناريو التقسيم وارد إلى دول قد تكون متناحرة ماذا يحدث في عالمنا العربي في السودان حصل الانفصال وربما لن يكون نهاية المطاف في تونس تدخل ثقافة الاغتيال السياسي والتطرف الديني إلى الحياة السياسية التي لم تستقر بعد أما في ليبيا ففوضى سلاح وقاعدة وإجندات واغتيالات في لبنان يد خفية تزرع المتفجرات بشكل مدروس في فلسطين المنسية استيطان يسرق الأرض شبرا شبرا وتهويد لكل ما هو عربي واحتلال لا يلقى مقاومة عربية إلا بما تيسر من أهل البلاد ودوامة مفاوضات لا تفضي إلى شيء قالوا لنا ربيع عربي فإذا بفراشات الربيع تفتح البلدان العربية لآلة حرب النيتو تدخل أوطاننا واحدا واحدا وتستبدل الاستبداد بالتباعية للاستعمار والتحالف مع أصدقاء إسرائيل لتدمير المدن العربية ومصادرة إرادة شعوبها ماذا يحدث في عالمنا العربي سؤال نطرحه في حوار الساعة لهذا اليوم على ضيفي سيد عبد الملك المخلافي الأمين العام للمؤتمر القومي العربي من صنعاء وهنا في الاستوديو مجدي حماد أمين رئيس مجلس أمنا الجامعة اللبنانية الدولية قبل أن نبدأ بالحوار نتحول مباشرة إلى واشنطن ومن هناك مدير مكتب الميادين منذر سليمان منذر تلخص لنا الموقف في الولايات المتحدة الآن ودرجة الخطورة أو اتخاذ القرار الذي تم لا شك أن حملة الإدارة بعد أن هدأت تعاصفة الحملة العسكرية الشديدة إعلاميا بأن كان هناك نوع من الفرص للعمل الدبلوماسي يأتي خطاب كاري وبعده تصريح ولو كان سريعا لأوباما ليؤكد أن الخيار العسكري لا يزال قائما وقد يستخدم هذا التلويح وهذا التهديد كوسيلة من أجل إيجاد مخرج ولكن كل التقديرات الآن في واشنطن تدل على أن الولايات المتحدة قادرة على الإقدام على هذا العمل بصورة مفردة وهي لا تحتاج تقنيا وعسكريا وسياسيا كثيرا إلى تحالف ولكن هي تعرف أن بعض الدول التي كانت تجتمع في إطار ما يسمى أصدقاء سوريا تؤيد عملها وإن كان لا تستطيع أن تنخرط وهي لا تعول عليها في الانخراط المباشر لا يزال الحديث عن عمل عسكري محدود يعني تدخل عسكري محدود وكأنها فعلا وجبة يمكن توضيبها في مطعم خاص يعني بمعنى أو مطبخ خاص يعني نجد أن أوباما نفسه يقول أنا متعب من الحرب أيضا وأعرفكم أنكم متعبون من الحرب ولكن لا بد من أن نتخذ موقف إذن هو يرسل إشارات متضاربة قد يكون رفع صقف الحديث عبر الإفراج عن جزء من هذه المعلومات هو محاولة استدراج مواقف دولية يعني لتقول امسكوني أنا ذاهب إلى الحرب ولماذا لا تمسكوني وتمنعوني من الاندفاع هل لديكم طريقة أخرى وهذا طبعا الكلام للروس والصينيين وخاصة للروس بصورة أساسية ولكن على المستوى الداخلي واضح أن التأييد الشعبي غير قائم التأييد في الكونغرس ملتبس هناك أعضاء يعترضون ويطالبون بأن يكون هناك موافقة من الكونغرس يتظر أوباما طيب منذر عندما قال اليوم جون كيري بأننا سنأخذ رأي شعبنا وطبعا هذا يعني أن موافقة الكونغرس يجب أن تكون موجودة هذا ألن يستغرق وقتا وبالتالي الحديث عن ساعات أو أيام للعدوان على سوريا ربما يكون غير واقعي أخ كمال لنكون أكثر دقة هو قال بأنه سيتشاور مع الحلفاء ومع الكونغرس ومع الشعب الأمريكي يتشاور هناك فيما يتعلق في الشعب الأمريكي ليس فقط مسألة التشاور هو إطلاع الشعب الأمريكي هو لا ينتظر من الشعب الأمريكي لا باستطلاعات الرأي العام ولا بالموقف أن ينسجم معه ومع رغبته هو يقول بشكل تلقائي أن الشعب الأمريكي ضدقت للمدنيين وبالتالي أنا سأطلعكم على أدلة دامغة تثبت أنني أتصرف لمصلحة الولايات المتحدة وحلفائها لأنه لا يجوز لهذه السابقة أن تمر إذن ليست المسألة مسألة استكمال المشاورات هو بالتأكيد هي استكمال شرح ما ستقدم عليه الإدارة وتبريره أكثر من عملية استمزاج الرأي لإمكانية العمل أما في منافسي الولايات المتحدة في المعسكر الآخر في تقدير أن ما يقوم به الإدارة في هذه الـ 48 ساعة إلى 72 ساعة كما يقال من بعض المصادر القريبة من الإدارة بأن هذه النافذة المطروحة لاتخاذ أي إجراء عسكري لاعتبارات كثيرة أن يمكن شرحها هناك مسألة مؤتمر القمة العشرين هناك مسألة عودة الكونغرس من العطلة في تسعة وقبل ذلك بعد ذلك سيكون مؤتمر خمسة ستة مؤتمر العشرين وأيضا بعدها يأتي موضوع التئام الكونغرس في جلساته العادية وبالتالي أن من الآن حتى خمسة ستة يمكن أن يكون مجال ولكن قبل ذلك يقال أن في نهاية عطلة الأسبوع ربما يكون ليلا أحد القرارات التي يمكن أن تتخذ ولكن أود أن أشدد على أن هناك لا تزال حتى فرصة ولو ضيقة بأنه يرغب بأن تتصرف الدول المنافسة وخاصة روسيا بأن تأتي بمخرج له يمكن أن يبرره أمام الشعب الأمريكي بأن يقول أن الرأي العام الدولي والرأي العام الداخلي والكونغرس هو يدين ما جرى ولكنه وأنا كنت أرغب في اتخاذ خطوة معينة ولكن الشعب يطلب مني اتخاذ إجراء مختلف هذا الكلام حتى الآن لم يصل إليه أوباما ولكن يجب أن نفتش في التصريحات القادمة خلال 18-40 ساعة إذا كان هناك من حديث عن الخارج سنكون معك في كل جديد دكتور منذر سليمان مدير مكتب الميدي من واشنطن أنا أشكرك جزيلا أشكر على هذه المعلومات والتحليل الذي أعطيتنا إياه للساعات الأخيرة وما كان يجري في واشنطن دكتور مجدي حمد نتحدث عن سوريا اليوم انطلاقا من عنوان كبير لحوار الساعة لهذا اليوم وهو ماذا يجري في عالمنا العربي والسؤال هذا كبير طبعا ويحتاج ربما إلى حلقات لنتحدث عن كل دولة من مفردها لكن نريد ونحن في وقت حرج اليوم دولة عربية تتعرض أو ستتعرض لعدوان أمريكي مجددا ماذا يمكن أن تقول اليوم في مثل هذا الموقف دكتور الحقيقة لنقطة الأولى نحن مازلنا على طريق الصراع بين مشروعين مشروع القوم العربي والمشروع الإسرائيلي الأمريكي دي الخريطة العامة للصراع في المنطقة منذ على الأقل نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الآن والهدف هو تفتيت النظام العربي لصالح نظام الشرق الأوسط ده الإطالة العام للخريطة في مصر نفس الإطالة العام في تونس نفس الإطالة العام وأي دولة في سوريا طبعا ده نفس الإطالة العام النقطة الثانية أنه فيه ديق أفق سائد في المنطقة حاول ما تتعرض ليه كل دولة على حد يعني إذا كان ده الإطالة العام من يجي مبوش داخل هذا الإطالة العام لما يجري في مصر وفي سوريا طبعا نبتدي بسوريا أفضل لأنها الأكثر حدة ومعارضة العدوان الخارجي البعض حاطت مركز كل قدرته التنظيرية على السلطة في سوريا وليه موقف سلب جدا لكن عندما يكون البلد عربي معرض لعدوان أمريكي والعدوان الأمريكي ده بيقول مش صلحنا وبيترجم مصالحه دي صراحة إلى النفط وإسرائيل فبالتالي ينبغي أن يعاد النظر في هذه القناعات المطلقة وكأننا ضد الرئيس بشار الأسد مهما حدث حتى لو كان ما سيحدث لا قدر الله هو تدمير الجيش السوري وده الهدف الحقيقي خاصة دكتور أن الطائرات الأمريكية طائرات عمياء طبعا وفي باكستان قتلت مدنيين في أفغانستان قتلت مدنيين في العراق لا يمكن أن تقنع مواطن عربي اليوم بسيط أن طائرات أمريكية ستعمل عمليات محدودة في 48 ساعة ولأهداف محددة قالوا هذا الكلام في أكثر من دولة لكن حرقوا المدنيين ما ينفعش يكون في طائران وسواريخ وتقول لا والله نحن بناخد بالنا اللي معانا في ناحية واللي مش معانا في ناحية تاني جاءت طبعا فكرة الضربة المحدودة ده النقطة الثالثة جاء برضو عمقنا أكثر في سوريا المحدود بالنسبة للرئيس الأمريكي قد يكون غير محدود بالمرة بالنسبة للسوريا يعني مساء نسبية يعني محدود لأي مدى ومش هيكفي هنا نقول والله إحنا من نجع مش هنعزل الرئيس السوري يعني فقط راحين نعمل مهمة محددة وهي المسألة أن يبقى الرئيس أو لا يبقى لأنه الردى الخيار هو أن تبقى سوريا أو لا تبقى سوريا وهذا أيضا جربنا موضوع أنه لن نفعل كذا سنفعل كذا قالوا في ليبيا يعني السنة الباضية وقت صدام حسين معراق الأولى لسنة 91 ما كانش يصدام حسين وفضل قعد كم سنة لحده ورضو ما قد دور عليه هو نفسه هو الهدف في ليبيا قالوا سنحمل مدنيين ثم أصبحت العمليات تضرب من أجل أن تتقدم قوات المعارضة انتهى إلى إسقاط نظام القذافي وقتله بطريقة بشعات تسمح لي نشرك معنا عبد الملك الأستاذ عبد الملك المخلافي من صنعاء أكيد أستاذ عبد الملك المخلافي ونحن نتحدث عن ماذا يجري في عالمنا العربي ماذا يجري في البلدان العربية وسوريا تفرض نفسها وسنتحدث عن بلدان أخرى وعن ما يعرف بحركة التغيير في البلدان العربية أو الربيع العربي وغيره لكن أستاذ عبد الملك اسمح لي أبدأ بسوريا بالحديث عن المؤتمر القومي العربي ماذا أنتم فاعلون ماذا فعلتم ماذا ستفعلون خلال الأيام المقبلة في حال حصل عدوان على سوريا في البداية مساء الخير لك ولي الأستاذ العزيز الدكتور مجدي أحمد ضيفك في الستوديو وأود أن أشير إلى أن هذه مرحلة فعلا فاصلة في تاريخ الأمة حصل فيها الكثير من الالتباس في المواقف والخلط الأوراق بحيث بدأ في لحظة من اللحظات أن الصراع داخلي عربي بين مشروع استبداد ومشروع ديمقراطية ولكن تتضح يوم وراء آخر بأن جزء من القوى التي تخوض الصراع داخل الأمة وهي جزء من مخطط لصراع فيما بين المشروع القوم العربي مشروع النهوض العربي مشروع الاستقرار مشروع الحفاظ على الهوية العربية والدولة العربية والمشروع المعادي الذي تتعامل معه هذه القوى وهذه الصورة موجودة في كل مكان في الوطن العربي يأتي اليوم التفكير بهذا العدوان الأمريكي الجديد الذي يتخذ نفس الذراع ونفس الأساليب لعدوانين سابقين على العراق وليبيا يأتي ليؤكد هذه الحقيقة بأن الهدف في سوريا هو الدولة وهو الشعب وهو الاستقرار وأن هذا العدوان الجديد هو لصالح المشروع الصهيوني لا شك ولصالح المشروع الاستعماري في المنطقة ولصالح تفتيت المنطقة وليس لصالح الأمة بالتأكيد ومن ثم فإن أي عربي اليوم يقول بأنه مع العدوان تحت أي ذريعة هو جزء من خيانة صريحة وموقف يجب رفضه بالنسبة لنا في المؤتمر القومي العربي لا شك بأننا ضد هذا العدوان وقد دعونا في بيان اليوم إلى كل الجماهير العربية للتعبير عن موقفها في الخروج في الشوارع لإدانة هذا العدوان ودعونا كل أعضاء المؤتمر القومي من خلال الأحزاب التي هم فيها أو من خلال المنظمات المدنية للتحرك لفضح هذا العدوان لعادة طبيعة الصراع إلى مكانه الصحيح هناك فكرة سيد عبد الملك هناك فكرة لأن تتوجه كأعضاء مؤتمر قومي عربي إلى دمشق بالتأكيد هذه واحدة بالقضايا التي يقري التشاور حولها ولدينا اجتماع للأمان العام سنحاول أن نقرب موعده لبحث كل الوسائل التي يمكن أن نستخدمها لفضح هذا العدوان وردعه ولجعل هذا الأمر مناسب للوصول إلى إعادة تصحيح الصورة إلى إعادة رسم الصورة الذهنية حول ما يجري سواء في سوريا أو في الوطن العربي بمقاييسها الصحيحة وليست بتلك المقاييس المغلوطة التي جرت تشويه الوعي العربي وتضليل بعض الناس في هذا الوطن حول طبيعة الصراع وحول ما يجري وإعطاء مفاهيم وصلت إلى درجة أن يقبل بعض السدج بعدوان خارجي تحت ذريعة بأن هذا العدوان هو أكثر من قبول اليوم أستاذ عبد الملك اليوم يستشهد جون كيري بالجامعة العربية ويقول من ضمن الحلفاء نعم كنت أود أن نتحدث عن فرنسا ويقول الجامعة العربية أيضا من ضمن الحلفاء الذين يغطون حتى أنه اليوم أستاذ عبد الملك بالمناسبة الأمريكيين تكتموا على مصادر معلوماتهم حول استخدام السلاح الكيميائي ولأن المصدر هو إسرائيل وأن هذا سيحرج الدول العربية أنهم يدعمون تحرك وراء إسرائيل في نهاية المطاف أنت كشخصية الآن قومية عربية وفي لحظة تاريخية أيضا عربية مصيرية لدولة عربية يمكن لكل الدول العربية انطلاقا ليس فقط مما يحدث في سوريا كيف تنظر إلى الموقف الرسمي العربي في هذه اللحظة في لحظة كنا نتوقع أنه شيء اسم الربيع العربي قد يأتي بجديد يعني كنت أود أن أستكمل حديثي في هذا الموضوع سواء بصفة شخصية أو باعتبار أمين عام المؤتمر القومي العربي أود نشير لأن بيان الأمان العام المؤتمر القومي العربي اليوم تحدث بوضوح على موقف الجامعة العربية هي جامعة العار كانت العربية سابقا لم تعد جامعة عربية بالتأكيد جامعة العار نحن نعرف بأن قوى العدوان الحقيقية الاستعمارية بما فيها في مقدمة الولايات المتحدة الأمريكية ومن وراها العدو الصهيوني وفرنسا وبريطانيا عندما بدأت تتحدث على توجيه ضربة وعدوان على سوريا كانت تتحدث عن التحقيق وانتظار معرفة هل النظام وراها أو قوة أخرى أما الجامعة العربية ففي اجتماعها أو جامعة العار ففي أول اجتماع لها قالت بأن النظام هو المسؤول ولم تنتظر نتيجة التحقيق حتى من حيث الشكل لم تحرص على أن تكون حتى وراء هذا العدوان وأن ما سبقت هذا العدوان بالترخيص له والادعاء بأن النظام وراء هذا الأمر وبل أنها كما قلت اليوم في تصريح كيري يتحدث عن قوى العدوان الحليفة يتحدث عن فرنسا واستراليا والجامعة العربية طبعا بالتأكيد ما يحدث الآن هو ضرب لكل معايير النظام الرسمي العربي حتى بحده الأدنى ليس فقط في مواقع التضامن في عدوان خارج وأعتقد هنا لابد من أن نشير إلى أن الآن يتخلق في الوطن العربي وخاصة من خلال سوريا نظام عربي جديد وأيضا نظام عالمي جديد وعلى كل عربي أن يسهم في سمحنا نتكلم عن أستاذ عبد الملك عن موضوع أولادة هذا النظام من خلال فرح هذا النظام العربي كيف يولد نظام عربي جديد وكيف يولد رأي عام أو وعي عربي جديد سنتحدث عن هذا أستاذ عبد الملك المخلافي وأيضا دكتور مجدي حماد الذي سوف نسأل أيضا عن حركة التغيير في البودان العربية واتجاهاتها ومساراتها بعد فاصل قصير مشاهدين ابقوا معنا رحية من جديد مشاهدين في حوار الساعة نطرح فيها سؤالا عريضا مع تزايد التهديدات بالعدوان على سوريا وهو ماذا يحصل في عالمنا العربي دكتور مجدي حماد قبل الفاصل كنت قد طرحت سؤال يتعلق بما يعرف بالربي كنا ننتظر حقيقة دكتور ربيعا عربيا حركة تغيير عربية قلنا هذه هي ساعة الصفر التي الجماهير ستخرج تبعد الاستبداد ننطلق باتجاه فضاء جديد من الحرية والتقدم نلحق بشعوب كثيرة لا أريد أن أطيل في السؤال وإذ بنا نلاحظ أن ما جرى هو العكس تماما الدماء العربية رخيصة زيادة تطرف المجتمعات العربية الانقسام اللغة الطائفية التي كانت تستخدم في العصور الوسطى أو ما قبل الوسطى وبدأنا نشهد مرحلة تراجع وتفتيت كارثية لديك تفسير لما جرى؟ هو النقطة الأولى هنا إن ده شأن ثورات في العالم كله ملغش تجاه واحد بتمشي فيه من الوداية للنهاية ويمكن المثال الأبرز وهي أشهر ثورة برضو في التاريخ اللي هي ثورة فرنسية استقر الحال في فرنسا بعد خمسين سنة لدرجة أن قال البربون الأسرة الملكة اللي عزلت عادت للحكم مرة تانية بعد خمساشر سنة يعني كانت تقول بسر ملك فاروق رجع يحكم بعد عبد النصر ما قاعد خمساشر سنة فجاء الملك فاروق إلى هذه الدرجة وصل الآن ثم قامت ثورة من أجل النهاردة نتذكر عن ثورة فرنسية الحرية والإقاءة المستوى دي حركة التاريخ لطبيعتها حركة لها قانونها الذاتي ومايش زي ما يقوله أحيانا في التشبيه مايش تاكسي توقف عند الطرق لا انطلقت ليها قانونها الذاتي ده النقطة الأولى النقطة الثانية أن أبرز ما في هذه الحركات اللي احنا بنسميها وانا بالعكس ومفضل نستمر في تسميتها الربيع العربي حتى كأمل أنها يعني وضحت حاجتين جليتين الحاجة الأولى كسر حاجز الخوف لدى المواطنة العربية ومن الطبيعي أنه لما يكون فيه قدر محكوم كده والضغط حصله وانت ضغط 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 لما بتشير الغطاء بيحصل كل اللي بقى بيطلع السيء الطالح والصالح كله بيطلع يربي نفسه وبيبقى فيه انفلات إلى حد بعيد لأن الناس ما تعودتش على الحرية المنظمة لسه وفإذن أول النقطة المهمة هنا أنه كسر حاجز الخوف النقطة الثانية أنه بقى الحكم للإرادة الشعبية وده جديد علينا كلنا كعرب احنا اعتدنا أن الحاكم يقول فنمشي كلنا ورا إنما ما فيش فكرة أن أنت كشعب بتحكم طبعا كشعب بتحكم لي في الدولة الديمقراطية العريقة ده خد وقت وخد حروب أهلية ففرنسا قعدة 400 سنة بس في ملاحظة دكتور تسمح لي فيها ولا أعرف إذا كان يوافقنا عليها الأستاذ عبد الملك في صنعاء دكتور قوة تغيير العربية يعني قوة تغيير سواء التي تشكلت بعد حركة التغيير أو قوة تغيير التي كانت في المعارضة أو كانت محظورة مثل حركة الإخوان المسلمين في مصر على سبيل المثال حركة الإخوان المسلمين في سوريا قوة تغيير هذه سرعان ما تحالفت مع القوة الغربية والاستعمارية ضد بعضها البعض أحيانا وضد السلطة الحاكمة سابقا أو النظام السابق سابقا لماذا انطلقت حركة التغيير أو قوة التغيير باتجاه التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الرغم أن الشعوب العربية عانت كثيرا من ظلم وبلطجة الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا أصبحت المسألة يعني أنه إسرائيل تتفرج بينما كنا نتوقع عندما تسمع أصوات الشعوب ستهتز تل أبي هو الفكرة الأساسية هنا يعني ديكة تقطة تالية بعدها على طول أنا بسمح بيتش أبتدي بيها ويدر الأمريكي الغربي والإسرائيلي عشان ما يبدوش أن أنا برمي المسألة برضو وأنه والله يقول لش تعمرها المسؤول لا إحنا المسؤولين نملا واحد عشان كده قلت نقطة الأولتين إنما الفكرة الأساسية بقى مش القوة دي راحت وتحلفت مع الأمريكان لا دا المسألة طلعني فيها صناعة أمريكية منذ البداية وزي خدت مصر كمثال حركة الإخوان المسلمين عملت تفاهمات مع مصر منذ ما قبل الثورة وخيرة أشتاطة بنائب المرشد العام وعصام الأريان بالذات مع حفز الألقاط طبعاً الاتنين راحوا لأمريكا مرات متعددة ما قبل الثورة وما بعد الثورة ولذلك طرى رد الفعل المحموم للرئيس الأبريكي اللي يمكن فهمه ونفس الشيء بالنسبة ليه الرئيس الوزراء التركية يعني شيء لأنه النهاردة الرئيس الوزراء التركية يكاد يبكي مرة تانية موابكة من يومين لما بيقولوا والله يشوفوا سجنوا قتلوا بنت محمد البلتاجي والنهاردة سجنوه نتابع ما يخده رئيس وزراء التركي يعني شيء زايد على الحد قوي نعم ليه ده كله لأن حسوا أن المشروع اللي هم مخططين له والإخوان كانوا جزء منه ومصر طبعاً لو نجح فيها نموزج الإخوان الأمريكي ده الإسرائيلي كان ممكن تعميم هو قال أنه حتى ما سماها الانقلاب في مصر خططت له ونفذته إسرائيل يعني إلى هذه الدرجة الموقف حد في تركيب لا يعكس نوع من الغباء السياسي أنك تقول أنه والله إسرائيل كمان تحلفت مع الأخوان هي تحلفت طبعاً خصوصينا ومسأله بهذا الشكل لكن ما نجح نتكلم عن عربية عربية ممتد من المغرب شوفوا المغرب الجزائر تونس ليبيا السودان اليمن مصر السورية العراق كل دول خلق كل ده يجي مش صدفة لا أنا بيجي بيد المهندس الأكبر طيب تسمح لي نسأل الأستاذ عبد الملك حول هذا الموضوع صدفة أستاذ عبد الملك أن الدول العربية تشهد حال التفتيت تشهد حال التراجع خضات أمنية يعني في العراق تحدثنا في المقدمة عن هستيريا 18 سيارة مفخخة أول أمس في العراق 18 الخبر السوري غطى لأنه كان ساخن 18 سيارة مفخخة انفجرت في العراق في لبنان يد خفية فجرت في طرابلس وفي الضحية الجنوبية لبيروت مصر اليمن هذا كل صدفة أم أن هناك ما يراد لهذه المنطقة وما هو بتقديرك لا بالتأكيد ليست صدفة أولا هذه المنطقة هي منطقة صراع بين مشروع الأمة العربية للنهوض ومشروعها القومي وبين الاستعمار بشكل القديم والجديد والصهيونية التي تواجدت من خيال الكيان الصهيوني في فلسطين هذا الصراع في كل مرحلة يأخذ محطة معينة ويستغل الظروف وما يحدث أحيانا يجد أدواته من بين العرب أنفسهم في هذا الصدد نحن نعرف بأنه قبل الربيع العربي كان هناك طرح واضح لما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد وهو مشروع تفتيتي مشروع يقول بأن هذه المنطقة التي نقول أنها وطن عربي واحد تجمع أمة عربية واحدة يجب أن تسعى لوحدتها ولنهوضها أن هذه المنطقة هي شرق أوسط فوسيفسا صراعات مذهبية وعرقية وطائفية ومن ثم يصبح وجود الكيان الصهيوني وجود طبيعي فقرأ استغلال الربيع العربي علينا أن ندرك بأن الربيع العربي كان يمثل تطلعات الشعوب العربية وكان يعبر عنها ولكن كما ذكر الزميل العزيز الدكتور مجدي في الفترات الانتقالية وفي المراحل من الاستبداد إلى الثورات يحصل انفلات ويحصل حالة من حالة حتى استبداد الشعب في مواجهة التغولة على الدولة القديمة كرد فعل على تغول الدولة والأنظمة لمرحلة من مراحل جرى النفاذ من خلال هذه المرحلة الانتقالية لمحاولة تنفيذ مشروع الشرق الوسط الجديد وفي نفس الوقت أنا أعتقد بأن هناك قوى سهلت وفي مقدمتها قوى الإسلام السياسي دعني أقول بوضوح بأن هناك تحالف بدأ منذ غزو العراق لأن مثلا الإخوان المسلمين في العراق دخلوا ضمن مجلس الحكم وشاركوا في ما سمي بالعملية السياسية وغيرها ومن ثم كان هناك اتضاح من أن مسألة الأوطان وحريتها والسيادتها ليست ذات أولوية لدى هذا الاتجاه السياسي وأنه يمكن أن يحدث نوع من التعاون بين أصحاب هذا الموقف بدليل بداية التعاون في العراق وأعتقد أنه على ضوء ذلك صنع ما حصل ولكني أعتقد ما حصل حتى الآن والصورة الواضحة طيب أستاذ عبد الملكة حول أنا كنت سأخذ رأيك حول موضوع قوى التغيير يعني الاستعمار دعنا نقول أو القوى الغربية لها مصالحة في هذه المنطقة وتتدخل لكن ما حصل في عملية التغيير في البلدان العربية أن قوى التغيير العربية هي من طلبت وبإلحاح وبترجي من القوى الغربية من الولايات المتحدة من النيتو والتدخل جرى ذلك في ليبيا عبر طلب رسمي من قبل المجلس الانتقالي الذي كان وقتها وبتغطية من الجامع العربية اليوم المعارضة السورية هي أكثر من يفرك كفها وأيديها حماسة للضربة العسكرية أو للعدوان العسكرية الأمريكي لماذا تطلب قوى التغيير من القوى الغربية مع كل التجربة السيئة وتاريخ الاستعماري والدموي في هذه المنطقة تطلب منها أن تساعدها تطلب منها المساعدة أنا فقط أنا أريد صحح المفاهيم فيما يتصل بالثورات الشعبية والتحركات والحراك الشعبي الذي حدث في كل البلدان العربية كان حراك شعبي لا تستطيع قوى من القوى أن تقول أنها صنعته ولا تستطيع أن تقول بأنها قائدة له ولا تستطيع أن تقول بأن هذه القوى التي طلبت الاستعمار بأن يأتي إلى بلدانها هي قوة تغيير بعضها كانت ضمن قوة تغيير وليست يعني هي قوة تغيير ضمن حالة التغيير وبعضها ليست لها لا تموت بصلاء للبطالب الشعبية بمعنى أنها كانت أما من حالة الوجود في خارج البلدان مثلا القوى المعارضة في ليبيا وقوى التغيير هي قوى كانت موجودة في الخارج وليست لها علاقة بالقوى الشعبية التي تحركت في ليبيا وكذا الأمر في سوريا وكذا الأمر سابقا في العراق أو أنها أدوات جاءت بعضها من الخارج الفئة المسلحة التي جاءت من الخارج في سوريا وفي ليبيا ومن ثم فإننا لا يمكن أن نتحدث عن قوى تغيير شعبية حقيقية لها وجود في الداخل ساهمت في يوم التغيير وناضلت وتحملت بأنها هي التي دعت هذه القوى الاستعمارية لأن تأتي إلى بلدانها على الإطلاق على سبيل المثال أشير لأن في سوريا قوى التغيير ممثلة في هيئة التنسيق الوطنية التي تحملت كل شيء وتحملت السجون في سوريا هي ليست مع التدخل الخارجي أما هؤلاء الذين ينادون التدخل الخارجي فهم مجرد أدوات لهذه الدول كانوا رهنا لها خلال السنوات الماضية كلها ويعملون من خارج سوريا وأعتقد بأنهم لم يمتلكون صلاح حقيقية بالشعب السوري ووجودهم الآن في سوريا هو من خلال هذه القوى المسلحة التي جاءت معظمها من خارج سوريا طيب دكتور مجدي حمد الموقف الرسمي العربي الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل اختصر ببعض الدول في مجلس التعاون الخليجي يعني بعض الدول ليس كل مجلس التعاون اختصر الموقف وبدأت هذه الدول ما تقوله تمتثل له الجامعة العربية ويمثل الرأي الرسمي العربي كيف حدث ذلك وما تفسير أن بعض الدول الخليج مندفعة بشكل كبير باتجاه دخول قوات أجنبية أو العدوان على سوريا العدوان على ليبيا غطت ومولت ودفعت حتى في العراق أثناء غزو العراق ما السبب لذلك وهل نستطيع اليوم أن نتكلم عن موقف رسمي عربي في ظل حالة الفوضى الموجودة في البلدان العربية؟ الموقف الرسمي عربي موجود بالقطع وعلى الأقل الممثل الرسمي بتاعه هو جامعة الدول العربية بس الفكرة الأساسية نحن نقولها من سنوات عديدة أن الولايات المتحدة الأمريكية أطبحت عضو غير رسمي ولكنه فاعل في جامعة الدول العربية وده يوضح المواقف اللي يبتأخذها الجامعة مؤخراً وخصوصاً في الموضوع السوري يعني ليس في مساق الجامعة نهائي حاجة أن أنت تقول والله أن إحنا هنمنع بلد يوعد على الكرسي بتاعه ما فيش حاجة في المساق بهذا الشكل ساق فيه عقوبة واحدة هي الطرد اللي تبق على مصر بشكل برضو مخفف إنما إحنا لما نستجمع الإطار العربي والتطورات فيه بعد الحرب العالمية الثانية سريعاً طبعاً مش تاريخ هرجعك لحظة لما نور السعيد كان بيتعشى مع أنتوني إيدن ودخلت له في إنجلترا ورقة زغيرة من المكتب إيدن بتقوله أن عبد النصر أمام قناة السويس فامتقع وجهه طبعاً إيدن ونور السعيد بيسأله قال له عبد النصر أمام القناة فقال له نور السعيد أنها قطعة كبيرة من اللحم ولن يستطيع بلعها وستقف في زوره حتى تخنقه أنها اللحظة المناسبة اضرب واضرب الآن واضرب عنفه نفس الشيء النهاردة تهديد دول العربية للأسف الشديد على دول العربية أخرى وده اللي بيجيب أمعاه الأجنبي أنه أولاً في خوف من فكرة الثورة يعني موقف الخليج ده مش لواجه الله في خوف من فكرة وصول التغيير إلى بلدانه وفيه دائماً يرتابي بالضرورة هم عارفين قوي مصر دورها قدية لو غرقت فبالتالي عايزين زي مرة قال كان وزير التخطيط في مصر بيقول مرة في عهد السادات هو عزل في نفس اليوم كان في بيتكلم في البرلمان المصري بيقول إن المعونة الأمريكية المصر جايماً يكون واحد المية هنا وهتغرقوا كده المعونة تنزلوا كده فقط لكن لجيب لنا تنمية ولا مصانع ولا كلام تحافظ على الرمق ما خرجش من البرلمان اللي كان السادات عزله فالمهم ده ده مرحلة بتوضح لك قدية إن دول العربية بقت ضد دول العربية أخرى ده متكرر في فكرة الصدام التاريخي بين الشرق الأوسط ونظام العربي الفكرة الثانية لما جمعوا مؤتمرات القمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعني كيف قبلت الدول العربية كلها على نفسها أن تنزع هويتها باختيار باختياره وتروح المغرب في أول مؤتمر سمى الأردن سمى مصر في مؤتمر بهذا العنوان يعني ما تيجي تقول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمناسبة مصر لا شرق أوسط ولا شمال إفريقيا هتبقى تبقى إيه؟ وليه تميز شمال إفريقيا كله عن الجزء العربي اللي موجود في أسي لنما راحت الدول عمل تلت مؤتمرات والرابع طبعا الفشل كان في الدوحة نقطة تانية بعد كده أما الأمريكان من مزاياهم الكبيرة والإسرائيليون من مزاياهم الكبيرة الصراحة إحنا اللي مش عايزين نزاد ما كولين باول كان وزير خارجية قال والله الشرق الأوسط الكبير بنبنيه وهذا الشرق الأوسط الجديد سوف يشمل أدق التفاصيل حتى التعليم والملابس الكلام ده علني مش سر وبوش طبعا قال حبن بن الشرق والرئيس قالت والفوضى الخلاقة والفوضى الهدامة ده كل ده واضح قدامين اللي بيجري النهاردة أنا بالعكس بقى أنا مؤمن بأن الشرق الأوسط ده مشروع ناجح مش فاشل حتى الآن أو ما لو كان فاشل كان حصل إيه يعني تكون بهذا الوضع دكتور مجدي تسمحنا توقف مع فاصل وأيضا أستاذ عبد الملك في صنعاء ومشاهدين فاصل قصير ثم نكمل في هذا الحوار بقى معنا رحية من جديد مشاهدينا في حوار الساعة دكتور مجدي قبل الفاصل كنت نتحدث عن القرار الرسمي العربي واختطاف القرار الرسمي العربي وأخذ رأيي الأستاذ عبد الملك في صنعاء بهذا الموضوع أستاذ عبد الملك يعني التاريخ أو كنا معتدين أن الدول الكبرى هي من تقود الدول الصغيرة في إذا ما تحدثنا عن منطقتنا تعودنا كجيل على مصر التي تقود الأمة العربية تعودنا على العراق على سوء على دول دول كبيرة اليوم يختصر القرار الرسمي العربي ببعض دول مجلس التعاون الخليجي الخلل أين بالضبط؟ هل حركة التغيير أو الثورات التي عصفت في بعض البلدان العربية أقصت قرارها السياسي؟ أم أن من معه المال هو من يقرر؟ أم أن الجامعة العربية انتهى دورها السياسي وعمرها الافتراضي؟ وأصبحت الآن عبارة عن ورقة تلعب أو في خطابات السياسيين يعني أن الجامعة العربية تريد كذا فيعني العرب يريدون هذا طبعا من الصعب القول بأن نتائج الثورات العربية أصبحت ممكنة الظهور وإنعكاسها في المواقف هذه الدول في إطار الجامعة العربية لأن هذه البلدان لازلت من أكثر من عامين تشهد حالة الطرابات لم تستقر الأوضاع فيها بما فيها مصر أعتقد بأن هذا الوضع قد سيتأخر لنعرف ما هي نتائج التغييرات لكن أظن بداية أنه منذ العام التسعين وهناك محاولات حفيثة لضرب ما كان يعرف بالنظام الرسمي العربي الذي تولد من خلال الجامعة العربية بعد الحرب العالمية الثانية وهو الذي يقوم على حد الأدنى من التضامن العربي منذ عام تسعين وهناك محاولات لضربه على كل الصعود سواء كانت ضرب الميثاق الجامعة العربية منذ الإقرار العدوان على العراق بأغلبية بسيطة عام تسعين وحتى الآن ما أشاره الدكتور بجدحب من في التعامل مع سوريا ومع قضيتها في نفس الوقت أعتقد بأن الحجم هذه البلدان وتأثيرها بقدر ما يعود إلى المال بقدر ما يعود بمقدار ما أنت وكيل ليس فقط العضو غير الرسمي في الجامعة العربية اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية ولكن صاحب القرار الأساسي فيها قطر هي على سبيل المثال وكيلة الولايات المتحدة الأمريكية فتصبح قيمتها أكبر من مصر الدولة الكبرى لأن الوكالة الرسمية تعطيها مكانة بقدر تعبيرها عن الموكل أكثر من كونها بقدر تعبيرها عن نفسها وعن حجمها الحقيقي طبعا كما قلت بالإضافة إلى المال العربي الذي استخدم استخدام سيء ضد العرب وضد الأمة ولكن أعتقد بأن هذا الوضع للنظام الرسمي العربي أظن بأنه سيتصحح مع التصحيح الذي أنا أرى صورته في داخل الوطن العربي وفي تصحيح النظام العالمي النظام الدولي عام تسعين ولد النظام الأحادي القطبية في منطقتنا أيضا من خلال عدوان على العراق مع انهيار الاتعالي السويتي والآن فيما يحدث في الوطن العربي فيما يحدث في سوريا تحديدا يتولد نظام عالمي جديد أظن المقاومة العربية بين عام تسعين حتى الآن الذي أخذت صور متعددة ومن أبرز محطاتها الانتصار للمقاومة اللبنانية في 2006 ضد الغزو الصهيوني هذه المقاومة سهلت أو ساعدت على تولد نظام عالمي جديد لا زالت بوادره موجود تولد الآن في نفس الوقت سهلت موضوع المقاومة أيضا العربية لهذا المحاولة لتدمير مقاومات النظام العربي الدكتور مجدي حمات تحدث عن القرار الرسمي العربي ولا نريد أن نعطيه وقت أكثر من ذلك ولكن في سؤال يتعلق أن بعض الدول دول مجلس التعاون حاولت أن تحمي نفسها من الثورات المحيطة ولذلك أخذت هذا الدور هل تعتقد أن الدور الذي تلعبه هذه الدول على صعيد اتخاذ القرار تغطية العدوان على سوريا دعم العدوان بالمال والسلاح بالكامل على ليبيا هل تعتقد أن هذا سيجعلها بمنأة عن ثورات تغيير تحصل فيها كما حصلت في بلدان عربية أخرى أنا أعتقد أنه بالعكس لا تحمي نفسها كان من ثورات التغيير أو من النتائج التي لو نجح هذا المخطط في التفتيت مع الأسف هذه البلدان وقفت ضد العراق ومع إسقاط النظام في العراق ومع كل ما حدث في العراق وهي اليوم تعاني من آثار ما حدث في العراق وتشكو من هذا وهي أيضا ستندمع إذا ما لقدر الله نجح هذا المخطط في سوريا هذه البلدان قد تتحدث عن حماية نفسها في مواقعة الثورات ولكنها تنسى بأن النظام الرسمي العربي اللي هو النظام القطري القائم على المحافظة على الأقل على هذا الشكل من الأوطان يحميها بينما التفتيت للنظام الشرق الوسط الذي يرادله سوف يمزقها أكثر سنكون أمام سعودية تتصارع على أساس سني وشيعي وعلى أساس حجازي ونجدي وسنكون أمام كويت كذلك وسنكون أمام كل بلدان الخليج العربي ستعرض للتفتيت الذي تزرعه الآن في سوريا وزرعته من قبل في العراق أضم بأن هذه الدول خطية كبيرة ولكن دعني أشير إلى نقطة قبل أن أعود إليك لتوجه سؤالك لمن شئ بأنه صحيح أن هذا العدوان أو هذا المشروع الشرق الوسطي يحقق محطات كثيرة بسبب تواطئ الأنظمة العربية ولكن أظن أيضا بأنه يحقق أيضا فشل في أماكن كثيرة الآن أرى بأن هناك مجموعة من العوامل تتحقق صمود سوريا وجود حلف للممانعة والمقاومة الوجود حلف دولي يريد أن يفرض نفسه ليخلق نظام عالمي مختلف ما جرى في مصر من تنبه لأننا مصر كانت مرشحة لأن تذهب إلى ما هو أسوأ مما هو الآن التغيير الذي حدث في مصر ربما يستعيد لنا مصر وإذا استعادت مصر بشكل إيجابي سوف يحدث تغيير إيجابي كل ذلك مع بلورة وعي شعبي أصبح أكثر إدراكا بأن الحرية لا تتجزأ وأن حرية المواطن وحرية الوطن واحدة وأنه لا يمكن أن يقال لنا بأن علينا أن نتخلص من استبداد داخلي لنستعين بالاستبداد خارجي ومن أن نحرر الأوطان نحرر الإنسان ونقع على الأوطان تحت سيد عبد الملك نحن تحدثنا عن الموقف الرسمي العربي اليوم لأن هذا الموقف كما نلاحظ من خلال التحركات في المنطقة وأيضا القرارات الغربية تجاه منطقتنا أنه يعني يغطى به بعض القرارات بالمفاوضات الفلسطينية قال جون كيري نحن نعتمد على المبادرة العربية واجتمعنا بلجنة المبادرة والجامعة العربية قالت أن تفضلوا إلى المفاوضات العدوان على سوريا يقول الجامعة العربية أيضا موافقة على الموضوع قبل ذلك في ليبيا الجامعة العربية وغير ذلك لذلك تحدثنا عن النظام الرسمي العربي ودوره في تغطية ما يجري حاليا أو الجامعة العربية تحديدا ودورها فيما يجري في الاعتداء على بعض البلدان العربية وتخريب البلدان العربية دكتور مجدي حمد أسألك في نقطة مرة عليها الأستاذ عبد الملك يتحدث فيها عن نظام عالمي جديد نظام متعدد الأقطاب وكان هناك حديث أن سوريا هي المعيار نتائج ما يجري في سوريا هي من ستقول لنا فيما بعد هل نحن داخلون على نظام عالمي جديد أم أننا نعود إلى الوراء أو نبقى مكاننا نظام أحادي القطبية تعتقد بالعدوان على سوريا وهذه البلطجة الأمريكية أوقفت الولايات المتحدة الحديث عن عالم متعدد القطبية أو عن نظام عالمي جديد؟ ومنذ انفراد الوراءات المتحدة الأمريكية بالسيطرة على النظام العالمي 91 وتحت الشعار الشهير اللي قاله جورج بوش الأب أنه مثلما كان القرن العشرين أمريكيا فإن القرن الواحد وعشرين يعني بغي أن يكون أمريكيا أيضا هناك محاولات للتململ سواء بتعملها أوروبا الغربية أو بتعملها اليابان أو الصين أو روسيا ما نيجي نطبق على موضوع سوريا مش معقول أن حاجس واحد يؤدي إلى نظام عالمي جديد وحتى أخذنا النظام العالمي اللي ابتدت قال من النظام العالمي جديد في اعتبار من بداية التسعينات فإحنا كان عندنا حركتين كبار جدا أسروا فعلا للعالم وهو انهيالت حالي السوفيت والمنظومة الاشتراكية من ناحية والزلزال العربي في حروب الخليج الثلاثة من ناحية تالي فكان فيه أحداث تقول آه أنه نحن داخلين مرحلة ونقول ما بعد وما قبل أو سبتمبر 11 برضو فيه ما قبل وما بعد لكن نتحدث عن حدث لكن نتحدث عن العلاقات الدولية النظمة لهذا الحدث يعني إذا رقبت سلوك الروسي الدبلوماسية الروسية تجد أنه مختلف عن ما جرى في العراق أو جرى في ليبيا لذلك بدأ الحديث أنه سوريا هي المقياس لعالم جديد أنا أقولك بقى على رد الفعل المعاكس وهو أن التحاد الروسي مطلع التصريح الرسمي بتاعه إيه أنا لن نشارك في الحرب من أجل أحد صحيح فجأة من يومين اتنين كان قبل كده لا إحنا وقف وحتى لو هو ما حدش طالب تحس سوفيت أو تحاد الروسي أنه يحارب نقال له سوريا بس على الأقل حتى لو فيه موقف رسمي أنت بتعتقده ما تقولوش لأن ده بيدره سوريا وأنا أتذكر لما قامت السورة في العراق 58 كان جمال عبد ناصر راجع من بريوني من يواسلافيا وقتها وهو في عرض البحر جاله الخبر فقال له ليه فورجار تحس سوفيت وراح قال لي مخلط شوف الجعيم السوفيت تحس سوفيت يا أنا زاك ايه اللي ممكن تعمله قال له من قدرش عمل حك قال له طب على الأقل اعملوا تصريح أنكم تعملوا منورات في الشمال وفعلا ده تعمل تصريح لكن المشيء منورات يعني زي ما النهاردة أقولك بعتوا خمس مدمرات الأمريكان ونجريترا بعتت كم طيار بتدي إحاء بأن دي سياستك إنما ما تيجي أنت النهاردة لكي روسيا وطوله الله أنا مش حارب من أجل حد محدش طالب حد يحارب من أجل حد ومحناش في النظام السابق بتاع القطبين اللي هما حياءة وموت لا ما كان بقى خلاص انتهى ده في التسعينات ما بقاش قائم يعني إنما ده يوضح أن فيه شيء ما تم الاتفاق عليه بين الأمريكان والروس بدليل أن الأمريكان ما زال بتصرفه بنفس العجرفة إنه تيجي أمم المتحدة أو ما تجيش ييجي كماو أو ما تجيش والنهاردة كاري بيقول لك ده مش أول مرة بالمناسبة ده استخدمه مرات قبل كده طب ليه سيكتو قبل كده ما يمكن حتى زكت قبل كده مساء المحدودة ويقول أيضا كاري إنه إحنا كنا نعرف قبل أيام إنه سيستخدم الكبار ولماذا لم تمنع استخدم الكبار مش بس كده مش بس كده ده لماذا بتبيعوا الحاجات للعالم مش بس سوري ماه النهاردة فيه تصريح أول مبارح إنه مرسي جاب أكبر صفقة غاز وضغط لكي لا يعلن ما قالوا له الخبراء المصريون إنه هذا غاز قاتل أكبر كمية غاز اشتراتها لمصر قبل ما أعازل مرسي كان غاز قاتل مش مجرد بيزغل العنون أو بيعمل الاختناء لا هو نفسه قاتل والخبير اللي قال الكلام ده بيقول لي من دول نحن قلنا له كده وقال محدد شين إلى هذه البشاعة تتجابه من ايه يعني هذا يقودنا دكتور إلى مسألة إنه التدخل الأخلاقي والإنساني الذي يتحدث عنه الأمريكان هو فقط لتمرير على الشعوب العربية طيب أستاذ عبد الملك المخلافي في نهاية الحلقة لم يبقى لدينا وقت ولكن هناك نظرية تتحدث عن تدمير الجيوش العربية تباعا السوري والعراقي وأيضا هناك محاولة لتفتيت الجيش المصري والآن نلاحظ هناك نوع من شيطنة الجيش المصري والحديث عنه أنه يقتل وغير ذلك ويتم استهدافه بانطلاقا من سيناء تعتقد هذه النظرية واقعة فعلا؟ يعني دعني في البداية قبل ما أجيب على سؤالك أشير إلى أنه من المؤكد بأنه يحدث تغيير في النظام العالمي لم تعود الولايات المتحدة الأمريكية مثلا الآن في رغبتها في العدوان على سوريا بنفس الحرية التي كانت عليها في العراق أو حتى في ليبيا وسيتضح هذا الأمر خلال الأيام القادمة الأمر قدراتها في هذا الجانب صارت محدودة لم تعود قادرة لا على غزو ولا قادرة على عدوان شامل وهي الآن في حالة تورطة كما قال الأخ منذر سليمان في البداية ربما تحاول أن تبحث فيها عن مخرج للتراقع أو حتى على عدوان بسيط وحقيق بعض أغراضها المعنوية وما تدعيه من أخلاق وخدمة الكيان الصهيوني في ضرب بعض القدرات الجيش السوري ولكن دون أن تتورط وهي تدرك حجم المتغيرات التي تحدث موضوع الجيوش أستاذ عبد الملك انتهى الوقت لأنه وهي كثيرة أما في موضوع الجيوش في موضوع الجيوش من المؤكد بأن هناك مؤامرة كبيرة لتحطيب هذا الجيوش ما يحدث في سوريا لا يمكن قراءته خارج إطار هذا الموضوع من يقرأ أو خارج إطار أن هناك سعي لتدمير سوريا الدولة وتدمير الجيش السوري سيكون مخطئ ومن يقرأ ما قرأ في مصر خارج إطار هذا الجانب ولا يقرأ أن التغيير الذي حدث في مصر كان محاولة لإنقاذ مصر من مصير الجيش السوري والعراقي وأن ما يقرأ الآن هو محاولة تدارك هذا الفشل الذي حدث في سوريا التغيير الذي حدث في بص الذي أدى لتماسك الجيش والدولة والشعب وغالبية الشعب فسيكون مخطئ شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الملك ويجب أن ندافع عن هذه الجيوش العربية أنا أشكرك جزيلا شكر أستاذ عبد الملك المخلافي الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حدثنا من صنعاء وأيضا كل الشكر لدكتور مجدي حماد رئيس مجلس أمناء الجامعة اللبنانية الدولية شكرا جزيلا لك مشاهدين حوار الساعة انتهى إلى اللقاء اشتركوا في القناة